بسرعة الخير مشاهدين عاصفة ثلجية وأمطار غزيرة لا يتعرفها المناطق الوسطى والشرقية للبلاد لذا هناك نشريات خاصة تفيد بتساقط أمطار غزيرة خاصة كما نشوفه في الصورة على المناطق الداخلية الغربية حتى على المناطق الوسطى وكذلك على المناطق الشرقية مع رياح قوية خاصة على السواحل الشرقية بداية المبجاية جيجيس كيكتا وصمي لغاية تعنبت الحقصورة الرياح حتى 70 كم في الساعة ومستوى تساقط الثلج خاصة على المناطق الداخلية الشرقية سينزل إلى حوالي 600 متر لذا الحطاء والحذر مطلوب الوضعية الجوية إن شاء الله لمساء اليوم بصوت القامة الاصطناعية توضح أن السحب الكثيفة كما نشوفه في الصورة خاصة على المناطق الشرقية للبلاد كذلك بعض السحب سدرة على المناطق الوسطى وحتى على المناطق الداخلية الغربية الرياح بحول الله رح تبقى دائما نوعا ما قوية خاصة على المناطق الشرقية للبلاد كما نشوفه في الصورة تلحق ما بين 40 حتى 60 كم في الساعة نوعا ما من ضعيفة إلى معتدلة على المناطق الوسطى وحتى الغربية كذلك للمناطق الجنوبية ما بين 20 حتى 40 كم في الساعة وتقدر تلحق حتى 50 كم في الساعة وهذا على شمال الصحراء والصحراء وحتى على الجنوب الشرقي بالنسبة للوضع الجوية إن شاء الله أمسية اليوم كما نشوفه في الصورة أجواء تبقى دائما ماطرة وأمطار وثلوج مرتقبة دائما على المناطق الوسطى وحتى على المناطق الشرقية للبلاد ثلوج على المرتفعة التي يصل على 600 متر بحول الله خاصة المناطق الداخلية الشرقية سوف يكون نوعا ما مؤقت على المناطق الغربية وأجواء مستقرة بالجنوب الجزائري درجة الحرارة إن شاء الله لأمسية اليوم كما نشوفه في الصورة أجواء باردة ما تعداش درجتين فقط تحت الصف على منطقة البيض درجة واحدة تحت الصف بالجل فاتيات نعمة مشريا نفس المقياس بصطيف وقسنطينة تلحق الدرجة واحدة بباتنا وخنشنا 8 درجة بجزا العاصمة وصولون لغاية وهران 6 درجة بيعنابة 5 ببشر 8 بيتيندوب 7 بأدرى وعين سلح تلحق حتى 6 درجة فقط على مدينة غردايا وكذلك على منطقة تامانرس الوضعية الجوية إن شاء الله لصباحة الغد الاثنين بحول الله عودة الاستقرار التدريجي إن شاء الله على المناطق الغربية كما نشوفه في الصورة بقايا بعض القطارات من الأمطار نحن سجل إن شاء الله مع صباحة خاصة على السواحل الوسطى وتبقى دايما الأمطار الغازية إن شاء الله تكون أمطار الخير تساقط على المناطق الشرقية مع ثلوج على المرتفعة التي يصل علوها 800 متر الأجواء مشمسة بالجنوب الجزائري درجات الحرارة إن شاء الله لصباحة الغد الاثنين تقص بارد مع تساقط أثلوج كما نشوفه خاصة على المناطق الداخلية الغربية والشرقية أربع درجات تحت الصف على منطقة الجل فتيات نعمة مشرية نفس المقياس سجلوا باقسنطينا سطيف وبرج بوريش لحق حتى ثلث درجات بخنشلا كذلك على مدينة أقول باتنا ثلث درجات تحت الصف نسجل كذلك ثلث درجات تحت الصف على مدينة البيض خمس درجات الجزاء العاصمة بومردس وتيبازا ثلث درجات فقط بوهران أربعة ببشار تسعة بتندوف ثمان درجات بكل من أدران عين صالح درجتين فقط بغردايا واثناش بعين كزام وبرج باجي مختار حالة البحر إن شاء الله أمسية اليوم وصباحة الغد بحول الله بحر نوعا ما قليل اضطراب كما نشوفه في الصورة على السواحل الغربية وسرعة الرياح تلحق حتى الـ 25 كرامة في الساعة ويكون بحر نوعا ما مضطرب على السواحل الوسطى وتلحق سرعة الرياح 40 كم في الساعة ويكون بحر كثير الهاياجان على السواحل الشرقية وسرعة الرياح تلحق حتى 60 كم في الساعة بالنسبة للرؤية إن شاء الله رح تكون متوسطة على طول الشريط الساحلي اتجاه الموجه حيكون من شمالي الشرقي وهذا على السواحل الغربية والوسطى ويكون من شمالي إلى شمالي الشرقي على السواحل الشرقية هكذا نلحقوا لختم نشرة نقدمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم